أعلنت الحكومة عن تقدم أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل والذي يمتد من محطة الاستاذ بمدينة نصرة وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ طول مونوريل شرق النيل الجاري العمل به 56.5 كم ويجتمل على 22.20 محطة بما يعني ربط إقليم القهر الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقا مشروعنا اللي هو مشروع المونوريل هو عبارة عن وسيلة جر كهربائي المونوريل بتاعنا اللي هو مونوريل شرق النيل هو بيمتد بطول 56 كيلو بيتكون من 22 محطة بداية من محطة الاستاذ بشارع يوسف عباس وبيمر بعدد من المحطات في مدينة نصر قطاع مدينة نصر بعد كده بينتقل للقاهرة الجديدة من خلال محور المشير بعد كده بينتقل العاصمة الإدارية الجديدة المحطات بتاعتنا كانت الأماكن بتاعتها كانت اتحددت بناء على دراسات نقل اللي وجدت أن دي أفضل أماكن اللي حيكون فيها يا إما تكدس أو احتياج حالي يا إما مستقبلي تبقى لدراسات النقل وبالتالي تم تحديد من المواقع بتاعتها قبل عملة التنفيذ طبعا في كذا مرحلة لحد ما بنوصل لأن احنا نبدأ ناخد اللوحة وننفزها على أرض الواقع أولا طبعا مرحلة التخطيط بعدها دي طبعا اللي هي بترسم الإطار العامل المشروع بعد كده بنبدأ في مرحلة التصميم المرحلة التصميم بيكون فيها استخراج اللوحات التصميمية وبناخد في الاعتبار طبعا معاملات الأمان الأكواد العالمية موصفة المشروع بعد كده بعد ما بنخلص مرحلة التصميم تبدأ مرحلة المراجعة للتصميم من خلال مكتب الاستشاري واللهية القومية دلوقتي احنا في محطة واحد محطة الاستاد هي اعتبر محطة تبادلية مع الخط الثالث هي اول محطة في منوريل شرق النيل احنا زي ما هيكوا شايفين هي المحطة اعتبر دلوقتي من المحطات اللي ظهرت من الارض احنا خلصنا خلص جزء الردم الخاص بيها وطلعنا بالعمدان ودلوقتي احنا في مخدات الاعمدة